فعلتها فقد تجد بين مواقفها ما يستحق أن تردد معه هذه العبارة وسوف تجد بالتأكيد من الأهداف التي تستحق أن تسعى وراءها بكل الإصرار لتتوقف بعدها راضيا عن نفسك وترددها الكثير أما أنا فلو راجعت حياتي لما وجدت اختبارا تذكرت فيه هذه العبارة أكثر من التجربة التي وضعت نفسي أمامها في سن الشباب فلقد قررت أن أشتري سيارة من ألمانيا وأصطحبها معي لمصر وكانت الخطة التي وضعتها لتحقيق الهدف محكمة للغاية فلقد رتبت أن أسافر مع صديق لي يعرف الألمانية إلى ميونيخ ثم أشتري بمساعدته سيارة مناسبة وأقودها على الطريق الدولي الأوتوبان من ألمانيا إلى النمسا ثم إيطاليا وأتوجه بها إلى ميناء جنوى الإيطالي لأركب معها الباخرة المصرية بين قوسين سوريا إلى مصر واتخذت لتنفيذ خطتي كل الاستعدادات اللازمة فاستخرجت تأشيرات الدخول إلى دول الثلاث وحجزت تذكرة الصفر بالطائرة وتذكرة العودة بالباخرة وبوليصة شحن السيارة واستخرجت رخصة قيادة دولية من نادي السيارات بالقاهرة ودبرت ثمن السيارة وتكاليف الإقامة ثم سافرت مع صديقي وزوجته على الطائرة الألمانية وأمضيت معهما عدة أيام في فندق جميل صغير استبشرت باسم الشارع الذي يقع فيه وهو شارع جوتا لأني من عشاق هذا الشاعر والأديب الألماني العبقري مؤلف آلام ثيرتر وفاوست وغيرهما وانتهت مهمة صديقي وزوجتي في ميونيخ واستعدى للسفر إلى سويسرا وتذكر المهمة التي رجوته فيها قبل السفر ولم أشر إليها أي إشارة بعد وصولنا فاستحباني إلى محل لبيع السيارات المستعملة واشترى بلا أي تدخل من جانب السيارة التي رأها مناسبة ودعاني لتوقيع عقد الشراء وسلمني العقدة ومفاتيح السيارة وتذكرت أنا في هذه اللحظة فقط شيئا ثانويا فأتاني الاستعداد جيدا له فلقد أعددت كل الترتيبات لكن لم أسأل نفسي قط هل أستطيع قيادة السيارة في هذه الرحلة الطويلة التي تزيد عن ألفي كيلو متر أم لا وهل سبقت لي قيادة أي سيارة في أوروبا أو على الطرق الدولية السريعة وأنا الذي لم يكد يتعلم قيادة السيارات إلا قبل شهور أم لا وهل لي خبرة سابقة بهذا الطريق أم لا سألت نفسي هذه الأسئلة وجدتني أجيب عليها بطريقة أبطال المسلسلات الدينية حين يقول أحدهم لا ورب الكعبة ما علمت شيئا من ذلك ما علمت شيئا إذن فكيف سأقوم بهذه الرحلة الطويلة إن هناك خيطا رفيعا بين الشجاعة والخوف إذا استجمعت إرادتك وعبرته دارت عجلتك على الطريق ولم تتوقف إلا عند هدفها ويبدو أني قد فعلت شيئا من ذلك واستجمعت إرادتي وطلبت من صاحب محل السيارات خريطة للطريق ورجوته أن يحدد لي عليها أقصر طريق إلى جنوة فحدده لي بالقلم وشجعني بكلمات مشفقة وهو يؤكد لي سهولة الطريق ما عدا مسافة قصيرة منه ستحتاج مني إلى بعض الحذر وفعلت كما يفعل المصارعون قبل النزال حين يلجأون إلى الشحن الانفعالي الذاتي لاستنفار القوة وركبت السيارة مع صديقي للفندق ووجدت حقيبتي بها واستدعى للصديق سيارة أجرة لتسير أمامي وترشيدني إلى الأوتوبان الدولي وودعته وشكرته وقدت السيارة وراء التاكسي في حذر ومضت نصف ساعة قبل أن أصل للطريق الدولي السريع وأشار لي السائق فانحرفت إليه ببطء فوجدت نفسي فجأة في أتوني التجريبة بلا أي استعداد ووجدت الطريق واسعا يتسع لست سيارات في الاتجاه الواحد والسيارات تمرق من يميني ومن يساري ويلفحني أزيز هوائها وهي تعبرني فأحسست بيدي ترتجف على عجلة قيادة السيارة وبقدمي تنطفض فوق بدالي البنزين وخيل إلي أني أسمع دقات قلبي في أذني كقرع الطبول وبدأت فرقة كاملة من فرق الإنشاد الديني تردد في داخلي أدعيتها وتراتيلها وأصبح هدف حياتي في هذه اللحظة هو كيف أتفاد السيارات المارقة وأنحرف ببطء وحذر إلى جهة اليمين لأستقر في خانة النقل البطيء وبجهد جهيد استطعت الوصول لليمين وهدأت السيارة واستقريت على سرعة خمسين كيلو مترا في الساعة وواصلت السير نصف ساعة فبدأت أنفاسي تهدأ وارتجافي يتوقف ثم لاحظت بدهشة أني بدأت أكتسب الثقة في نفسي وأزيد من سرعتي تدريجيا فقدت السيارة يا للجسارة على سرعة ستين كيلو مترا وقدرت أني بهذا المعدل لن يمضي سوى ثلاثة أيام وأصل إلى جنوى ثم استكثرت فيما يبدو أن أمضي ثلاثة أيام فوق الطريق فزدت السرعة يا للجنون إلى سبعين كيلو مترا وبعد أقل من ساعة أخرى كنت قد فقدت التزاني واخترقت بين قوسين حاجز الصوت بسرعة ثمانين كيلو مترا وبدأت أتجه لليسار وسط السيارات المسرعة وأزيد السرعة حتى وجدتني بعد ساعتين أسير بمعدل مائة وعشرين كيلو مترا وأتساءل مبهورا حين تمرق بجوار السيارات بأي معدل يسير هؤلاء المغاوير واسترخت أعصابي تماما وبدأت أرقب الخريطة وأتبع علامات الطريق إلى المدن المحددة لي على خط السير لأتأكد من أني في الاتجاه الصحيح واكتشفت أن الأمر أيسر كثيرا مما توقعت ومما خشيت وجدت الوقت طويلا فشغلت نفسي بالمشاهدة واشترار الذكريات وتذكر أحبابي وأصدقائي وفاجأتني خلال نوبة التذكر ذكرى عجيبة ضحقت لها من جديد وتوجست منها فلقد تذكرت صديقي تعيس الحظ دائما الذي علمني قيادة السيارات وكان من هوات السيارات المتهالكة القديمة التي لا يستطيع أحد قيادتها غيره وفي بعض الفترات كان يملك سيارة كل ما فيها تالف وغير صالح للاستخدام حتى الفرامل وكان من غرائبها أن بها خللا في عجلة القيادة يمنعها من الاتجاه لليسار فإذا أراد الاتجاه يسارا دار بها دورة كاملة من اليمين ثم شاء له سوء حظه في السيتينيات أن يسير بسيارته وهي بلا فرامل تقريبا في شارع رمسيس فقادها ببطء شديد خوفا من الاستضام بالسيارات فإذا بضابط مرور يركب الموتوسيكل يجري صائحا في قادة السيارات اجرو بسرعة اجرو موكب الرئيس عبد الناصر في الطريق ولم يسمعه صديقي لانشغاله التام بطرويد سيارته وضاق به ضابط المرور واقترب منه وصاح فيه بعنف اجري اجري موكب الرئيس خلفك وذعر صديقي وارتج عليه الامر ونسي تماما حكاية الفرامل وداس على بدال البنزين بكل قوته وانتهى الامر طبعا بحادث تصادم فضيع عند اشارة المرور بميدان رمسيس واستضم بصف السيارات التي ينتظر الاشارة وكاد يفقد حياته ضحقت للذكرى وخفت منها وافقت من ذكرياتي فوجدتني امام بوابة الحدود النمساوية ووصلت الرحلة مستعينا بالخريطة الى ان وجدت الطريق يضيق ويرتفع تدريجيا فقللت من سرعتي وان كانت السيارات الاخرى لم تفعل مثلي ووصلت السير فاذا بالطريق يزداد ضيقا وارتفاعا وسرعتي تواصل الانخفاض الى ان اكتشفت فجأة اني قد اصبحت دون ان ادري فوق قمة جبل شاهق الارتفاع ويناطح السحاب وعلى طريق ضيق لا يتسع الا لسيارتين من الاتجاهين ووجدت الطريق يتلوى فوق الجبلك الثعبان فلا ترى السيارات القادمة من الاتجاه الاخر الا وهي في مواجهتك مباشرة وزاغت مني نظرة عفوا الى الهوة السحيقة الى يميني فتجمد الدم في عروقي وتشنجت يداي على عجلة القيادة وادركت ان هذه هي المسافة بين قوسين القصيرة التي نبهني لها صاحب محل السيارات وطالت هذه المسافة القصيرة الى ساعتين طويلتين كليل المعذبين ثم اخيرا بدأ الطريق يهبط تدريجيا ويتسع شيئا فشيئا الى ان انتهى الجبل عدت للطريق العادي فكان اول ما فعلته هو ان توقفت على يمينه وغادرت السيارة لالتقط انفاسي قليلا ثم نظرت خلفي لارقب الجبل الذي عبرته فتذكرت ما رواه الاديب العظيم توفيق الحكيم في كتابه الرائع يوميات نائف الارياف حين انتقل الى احدى القرى للتحقيق في جريمة قتل وهو وكيل للنيابة خلال الليل فعجزت السيارة عن مواصلة السير في الدروب الضيقة ونزل الجميع وركب الحمير الى القرية المقصودة وامضى الليل كله في التحقيق ثم انصرف عائدا في الصباح فركب الجمع الحمير الى موقع السيارة وفي احدى مراحل الطريق فوجئ توفيق الحكيم بالخفير يسحب الحمارة الذي يركبه وكيل النائب العام ليعبر به وهو يمططيه الترعة فوق جذع نخلة يمتد فوقها ويستخدمك كوبري وبهت الحكيم للمحاولة ونهره صائحا انت مجنون يا خفير هل تريدني ان اعبر فوق الحمار هذه النخلة واسقط في الترعة وذهل حين اجابه الخفير ببساطة سبق لجنابك ان عبرت بالحمار فوق هذه النخلة نفسها اثناء الليل واظن ان هذا كان ايضا نفس احساسي بعد ان عبرت هذا الطريق الجبلي المخيف في احدى سلاسل جبال الالب ولا تتسع المساحة لاروي لك باقي تفاصيل هذه الرحلة المثيرة وكيف انتهت بوصولي الى جنوى بعد يوم وليلة على الطريق ثم اقامتي اربعة ايام في هذه المدينة الايطالية الجميلة وعودتي بين قوسين المظفرة الى الاسكندرية مصطحبا السيارة التي لا اعرف حتى الان كيف استطعت قيادتها واحطارها لكني اقول لك فقط انك لو اعطيتني الان وبعد اكثر من 20 سنة انوال قارون ونوط الشجاعة من الدرجات الاولى وطلبت مني ان اكرر نفس التجربة واعبر نفس الطريق الجبلي لما اجبتك الا بما اجاب به توفيق الحكيم الخفير في روايته ولا عجب في ذلك حتى ولو كان فارق الخبرة باوروبا وطرقها بل وبقيادة السيارات ايضا قد اصبح الان لصالحي وذلك لان فارق القدرة والاقدام وربما الاصرار ايضا وهو الاهم لم يعود الان في صالحي وهذه هي سنة الحياة واذكر بهذه المناسبة ان صديقا لي اصبح الان من اصحاب الملايين في اوروبا قد روى لي كيف هاجر من مصر وليس معه سوى 10 دولارات وحقيبة اقراص بالعجوة وقاس الاهوال سنوات طويلة الى ان وضع اقدامه على اول الطريق فسألته لو كنت الان في نفس الظروف التي دفعتك للسفر في سن الشباب هل كنت تستطيع ان تبدأ نفس الرحلة وتكرر نفس القصة فاجابني بلا تردد لا ولو كانت اموال الدنيا تنتظرني فلست الان نفس الشاب الذي كان وما عدت استطيع تحمل ما كان يتحمله ولا عجب مرة اخرى في ذلك فالشباب بين قوسين يقدر لكنه تنقصه المعرفة او الخبرة التي تستثمر قدرته والكهول بين قوسين يعرفون لكنهم لا يقدرون وفي هذا قال الشاعر اواهن لو عرف الشباب وآهن لو قدر المشيب ومع كل ذلك فما زلت اؤمن بان التحدي يستنفر دائما للارادة وان بداخل كل انسان قدرات على الاحتمال لا يعرفه نفسه كنهها ولا يقدرها حق قدرها ولن يتعرف عليها وعلى حقيقتها الا بالتجربة وعند التحدي كما اني ممن يؤمنون بما يقوله عالم النفس الامريكي ويليام جيمس من ان مجرد احتمال النجاح يسبغ على الكفاح نبلا خاصا ويجعله جديرا بان نبذل كل ما نملك من جهد وطاقة فيه فقط اضيف الى ذلك ان الوسائل قد تختلف من مرحلة الى مرحلة من مراحل العمر والاهداف ايضا قد تختلف لكن المؤكد هو انك انت وانا وغيرنا بداخلنا قدرات يستنفرها التحدي ويشحذ فينا الارادة الكاملة في الاعماق ويخرجها من مخابئها فافعلها انت ايضا يا صديقي واقدم على ما قد تستهوله وتتصور نفسك اعجز من ان تحققه واستعن بارادتك وكفاحك النبيل على نيل ما تستحقه من الحياة فقط لا تنسى شيئا هاما هو ان لا تجرب لا فرامل كما فعل صديقي اياه واستكمل دائما ادواتك بالمعرفة الجيدة والاستعداد الصحيح والخريطة الدقيقة ثم ابدأ رحلتك على بركة الله الى اهدافك في الحياة اسأل الله لي ولكم السدد والتوفيق والى لقاء قادم ان شاء الله